أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي دعم الدولة لكل الخطوات الرامية لإبراز المقاومات والخصائص الطبيعية الفريدة في مصر وتعزيز القيمة الاقتصادية لها بما يمثل عنصر جذب سياحي وترويجا عالميا لتلك المقاصد ويهدف إلى إظهار دور مصر في الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي وخلال اجتماع عقده لاستعراض موقف إعلان الحيد المرجاني المصري العظيم كمحمية طبيعية استعرضت وزيرة البيئة ياسمي فؤاد الإجراءات التي تم اتخاذها منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي الحيد المرجاني المصري العظيم كمحمية طبيعية خلال مؤتمر المناخ قاب 27 بشرم الشيخة لافتة إلى أن هذه الخطوة تبعها موافقة مجلس الوزراء على إعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر ثم صدور قرار بتشكيل لجنة عليا للدراسة الاشتراطات والاجراءات اللازمة لإعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر وأكدت وزيرة البيئة أن إعلان الحيد المرجاني كمحمية طبيعية سيكون له أثر إيجابية على مصر في جوانب الاقتصادية والعلمية شكرا